في ماتش السيتي وليفر بول في نهاية الدرع الخيرية في تفصيلة كده كانت في حتة بناء اللعب بنسبة ليفر بول كان قطيعها بيب جوارديولا وبعدين يورجين كلوب بيبتدى ان هو يصلحها بحتة معانة كده وباستخدام فيرجل فاندايك تعالى كده نتفرج عليها بيب جوارديولا كان مدي أدوار لإيرلينج هالند انه يقطع ممر التمرير لما بين فيرجل فاندايك وماتيب اللي هو بالعرض ده فبالتالي هنا فاندايك يبقى مجبر انه يلعب الكرة على أطراف الملعب عند روبرتسون وبالتالي ليفر بول يخرج من أطراف الملعب فقط وليس من عند ماتيب اللي بيجيد الخروج بالكرة ام يورجين كلوب ام عامل شكل الماسا او الدايموند اللي هو ما بين حرس المرمى قلب اتفع على يساره قلب اتفع على يمينه وفابينه قصاده بشكل عمودي عشان يعمل فكرة التفوق العددي ده رقم واحد ورقم اتنين عشان يحفز ضغط ايرلينج هالند على حامل الكرة كل ما بقرب المدافعين من حرس المرمى ده بيحفز ضغط المنافس اساسا علي فبتالي انا عايز هالند يضغط بوضعية معينة عشان اخلص منه وافتح ممر التمرير ده ايرلينج هالند ضغط انا عايزك تتفرج على فيرجين فاندايك بقى هنا فيه تأثيرين حصلوا عشان يفتحوا ممر التمرير اول حاجة التأثير بتاع اللمسة الاولى بالنسبة لفاندايك وتأثير وضعية الجسد اللي هو وقف بيها طريقة استلام الكرة بالقدم اليسرى او اللمسة الاولى قدت الى وضعية جسد معينة قالت لأيرلينج هالند ان فاندايك فيه لاعب هيبصيله الكرة بشكل كتري فبالتالي إيرلينج هالند حدد وضعية الضغط إنه هيدغط بشكل كتري فهيقفل على فابينيو ممر التمرير في نفس الوقت أنا بضغط على فاندايك فاندايك هنا ركز مع وضعية الضغط بنسبة لإيرلينج هالند هنا بقى اللمسة الأولى وفعاليتها اللمسة الأولى بالقدم اليسرى سهل جدا إن أنا أنقل الكرة بلمسة واحدة للقدم اليمنى وتخليني إن أنا غير وضعية جسدي وتشريح جسدي لممر تمرير تاني خالص فركز هنا إيرلينج هالند عشان يدرك إن القرار نفسه تغير قعد فترة طويلة جدا عشان يعدل من وضعية الضغط من الوضعية الكترية إلى وضعية إنه هو جانبية عشان تقفل ممر التمرير على جوال ماتيب فهنستنتج في الآخر إن فاندايك كان يقصد إنه هو يعمل وضعية جسد كاذبة على إيرلينج هالند عشان يبعده عن ممر التمرير اللي هو بينه وما بين جوال ماتيب وبالتالي كان سهلي جدا فاندايك يحول وضعية جسده بسبب اللمسة الأولى بالقدم اليسرى في اللعبة الأولى